اشتركوا في القناة الولدان اللي انا اتمنيت يوم من الايام ان يكون لي مكان وسكن هنا الواحد يغيب عن الدنيا في هالخضار وهالجمال وهالبراد درجة الحرارة في المكان اللي انا واقف فيها الان 27 درجة مقوية في حين لو شفونها في مدن اخرى خليجية راح تكون اقل شيء 47 درجة مقوية طبعا اللي يا صلالة وما يا اكشاك النار جيل والموز معناها ما يا صلالة صلالة جميلة جدا بزاف وعمان كلها زغينة وشعبها اجمل احنا في الخريف ولكن انا اللي اشوفه هو ربيع لان الخريف تحت الاوراب هوراب الشجر لكن كل شيء باصف ما شاء الله لكل ابناء الخليج حقيقة صلالة اليوم روعة بجوهة بناس الطيبين بمعالمها الاثرية الجميلة انا الان موجود في متحف ارض اللغان في صلالة وحقيقة المتحف جميل جدا في جميع انواع السلطن واللي حملت كثير من العادات والتقاليد والتراح الامان الى العامل هذا مهرجان تقمع سياحي من فعالياته من انظمته وكانت لياليه جميلة انا امس حضرت ليالي روعة من احسن ميت اضغي اشكر ادالة مهرجان صلالة السياحي على دعوتهم الكريمة انا سعيد اول شيء بتلقي دعوة من مهرجان صلالة السياحي الف شكر لكل القائمين على الابداع الذي يقام كل سنة في مهرجان صلالة نشكر القائمين على فعالياتها على المحافظة على البيئة الجميلة احب اشكر ادالة مهرجان صلالة السياحي على دعوتهم لرواد الفن الخليجي ابيك بجنبي الليلة ترا كل الجروح الصغار جزيل الشكر جزيل الشكر لهذه الادارة ادارة مهرجان صلالة السياحي الله يسعى وهذا المهرجان دائما يغدرني وخاصة المطروبين القدام عرفت يعني ان صلالة قطعة من القنة متواجد بين الطبيعة والشلالات والينابيع في صلالة وانا حدي مستانس في هالجو هذا انا بسمع من زمان عن صلالة ولكن ما بعرف انه هي بهي الجمال وبهذا الحضور والالق صراحة مدينة بدعو كل مين ما زاره انه يتشرف بزيارة ندمان اني من زمان ما زرت هذه البلد الجميل الله يخليكم السلطان قابوس امين ان شاء الله يحطر ويخلي الشعب الجميل ان شاء الله دائما في تقدم ازدهار الاماكن يا صلالة الاماكن يا عمان الاماكن كلها مش تاقلك مش تاقلك موسيقى